اشتركوا في القناة في هذه التغطية المباشرة لليوم الختامي للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي والذي يختتم أعماله هذا اليوم رحم معي في الاستوديو هنا بالدكتور علي الحازمي الباحث والمحلل الاقتصادي حيك الله دكتور أهلاً أهلاً وسهلاً بالسهد المشاهدين سعيدة نكون معكم اليوم قبل أن أبدأ معك دكتور ومعكم مشاهدين الكرام أخذ وإياكم أبرز التصريحات التي جاءت أمس في اليوم الأول للمنتدى واليوم الثاني حيث قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أن هناك جوانب مختلفة لمعضلة الطاقة ومن ضمنها توفرها وقلفتها وضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مشاركته في جلسة ضمن مؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض حول موضوع تحول الطاقة من وجهة نظر الشركات قال استطعنا خلال فترة قصيرة تأمين دعم العالم للاقتصاد الدائري للكربون وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان قال أنه حين يكون هناك نزاعات في منطقتك فإنها تضع الكثير من الضغوط على المشاعر والمزاج وليس سرا أن الاقتصاد يتأثر بالمزاج العام دكتور علي كيف تعلق على هذين التصريحين نعم عندما نتحدث عن محاور المنتدى نجد بأنها هو تتحدث عن الاصلاحات الاقتصادية نتحدث عن التنمية وتتحدث عن الطاقة عندما يفرد محور خاص للطاقة ثق تماما بلا أهمية هذا المحور اليوم التأثيرات في النمو الاقتصادي حتما لأسعار الطاقة لها تأثير العالم اليوم لا يحتاج إلا لاختناق في سلاسل الإمداد أو لا يحتاج إلا لأزمة الطاقة بعد ذلك سيقع أرضا ونحن نعلم في آخر أربع سنوات الاقتصاد لا يسير بشكل جيد العقدين الماضيين كان متوسط النمو الاقتصادي تقريبا الثلاثة ونص لم نحقق هذا الرقم كلما أردنا الخروج حقيقة من أزمة عدنا إلى أزمة أخرى لا نستطيع حقيقة إلا أن نقول بأن هناك بعض الدول كان لها دور الحروب الجيوسياسية تلعب دور مهم أيضا بعض السياسات المتطرفة عندما أتى بايدن إلى سدة الحكم تحدث بشكل مباشر بأننا سنوقف أو أوقف الرخص التنقيب على النفط في إشارة إلى الذهاب إلى طاقة متجددة وطاقة خضراء بشكل سريع هذا أثر حقيقة على الأسعار وبعد ذلك كانت تلام المملكة وتلام أوبك على وجهة العموم بأن هناك الأسعار مبالغ بها وأن كميات الإنتاج تخفضت والسبب هي بعض السياسات التي انتهجتها بعض الدول المتقدمة لذلك عندما نتحدث في المجمل ما يحدث من أزمة يستوجب اليوم قادة دول العالم أن يجلسوا على طاولة أن تكون هناك مكاشفة ومصارحة ما شهدته أمس في حديث وزير الجدعان ورئيسة البنك صندوق النقد الدولي أنا أستطيع أن أطلق عليه هو كان حديث شفافية مصارحة تحدث عن نقاط الألم بشكل كبير طيب أبرز ما يمكن أن يخرج به هذا الاجتماع خاصة اليوم اليوم الختامي يعني اجتمع السياسيين والاقتصاديين على طاولة واحدة القل تحدث بشفافية زي ما تحدث دكتور كيف يمكن أن نرى خارطة الطريق للاقتصاد العالمي بعد هذا الاجتماع المهم الذي يجمع أكثر من ألف شخصية مؤثر على مستوى العالم نعم أنا أعتقد ستكون هناك مخرجات حتما تحدث وزير الاقتصاد في بداية انطلاق هذا المتمر قال بأننا نريد أن نترجم هذه المبادرات على أرض الواقع نريد أن نأخذ هذه المبادرات على محمل الجد في تأكيد بأن واحد من أجندة هذا المنتدى هو أن تخرج هذه المبادرات إلى النور هناك حصل اجتماعات ثنائية أنا أعتقد بأنها لتقريب وجهات النظر بعض الملفات تستوجب حقيقة وجود بعض الدول على طاولة النقاش إذا تحدثنا عن الحرب الروسية الأوكرانية نتحدث أيضا عن الحرب الحماية الجمهورية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين نتحدث أيضا عن أوضاع جيوسياسية غير مستقرة في الشرق الأوسط حتى لو رأى العالم اليوم هناك انفراجة ولكن هي في الواقع هذه الانفراجة في اقتصاد عالمي غير مستقر في حالة رؤية عدم يقين حقيقة حتى هذه اللحظة جميل المملكة العربية السعودية دكتور تقوم بجهود كبيرة جدا على شقين شق سياسي وشق اقتصادي إلى أي مدى ممكن أن تنجح هذه الجهود خاصة أن هناك فرقاء كثير في العالم فرقاء في الاقتصاد أمريكا الصين في السياسة هناك روسيا من جانب الولايات المتحدة والأوروبيين من جانب في حرب أوكرانيا هناك أزمات المضايق أو الممرات المائية العالمية لآن كثير من العمور إلى أي مدى ممكن أن تنجح هذه الجهود دعنا نتخيل فقط بأن هذه المنطقة في الشرق الأوسط من غير المملكة العربية السعودية أو من غير تدخلاتها المملكة كانت لاعم مهم ومحوري حقيقة في الغزو أو في الحرب المحتلة الإسرائيلي على غزة وجابت العالم شرقا وغربا بدبلوماسيتها المملكة تحركت بشكل كبير في أزمة السودان وحاولت أن تقرب وجهات النظر بشكل كبير عندما حصلت الثورات العربية كانت المملكة لاعم مهم في تهدئة هذه الثورات وتقريب وجهات النظر من غير هذه الجهود الدبلوماسية التي عملتها المملكة ثق تماما بأننا سنجد شرق أوسط احترق لذلك اليوم دول العالم والدول الكبرى تؤمن بأن المملكة واحدة من الدول التي تحفظ التوازنات في الشرق الأوسط عندما تحدث رئيس المنتدى وقال بصريحة العبارة اليوم نأتي إلى المملكة لأنها تربط لأنها تربط الاقتصاديات النامية والناشئة بالاقتصاديات المتقدمة لأننا نؤمن بأن المملكة تعمل مع المنظمات الدولية في أجندة طويلة المدى للاستقرار الاقتصادي جميل سنتي على موضوع الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة لكن بعد أن نذهب إلى زمين سلمان السليس في قاعة الملك عبد العزيز للمؤتمرات حيث هو الجلسة الختامية هناك لهذا الاجتماع سلمان مساء الخير ما الجديد لديك مساء الخير لك محمد مساء الخير لمشاهدين الكرام من جديد بالفعل ما زلنا مستمرين في رصد كل ما هو جديد في هذا المنتدى العالمي الذي يحظى بحضور كبير جدا من رجالات الاقتصاد وتعددت الجلسات وتعددت المواضيع من الصحة إلى البترول إلى سياحة إلى العديد من المجالات التي تخص الاقتصاد للحديث عن المنتدى ينظم بجانب هتان السمان المشرف العام المشرف على المنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد حياك الله معنا أستاذ هتان ونتحدث عن شعار المنتدى التعاون شعار جميل جدا ونتحدث عن الشعار حياك الله أخوي سلمان أهلا وسهلا بك وبالسادة المشاهدين اليوم شعار المنتدى هو التعاون العالمي والنمو والطاقة من أجل التنمية زي ما احنا عارفين اجتماع مهم مع منتدى اجتماعات كانت تقام من 1971 واليوم لأول مرة يقام هذا الاجتماع في المملكة العربية السعودية اليوم انتم كأحد الجهات المنظمة والأساسية في هذا المنتدى ونتحدث عن أبرز المستهدفات التي رصدتوها والمخرجات التي تتوقع أو خرجوا فيها طبعا فيما يخص المستهدفات اليوم والله الحمد تم توفير منصة عالمية ومنصة معروفة على المستوى العالم في الرياض ولأول مرة اليوم تم استضافة أكثر من 1200 شخص كانوا مشاركين من ما يكثر من 92 دولة كان في موجود رأساء دول ورأساء حكومات كبار قائدة القطاع الخاص وتم مناقشة أبرز القضايا الملحة في المجالات الشدة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية طيب تتوقع أبرز المستهدفات أو المخرجات التي تخرجون فيها عبر هذا المنتدى اليوم الختامي الجلسات تتوقع أنها انتهت لكن المخرجات ايش أبرز المخرجات التي طلعتوا فيها بالمنتدى طبعا أبرز المخرجات التي خرجنا فيها اليوم كان فيه كثير من النقاشات كان فيه كثير من طرح لحلول لبعض القضايا الملحة على الصعيد السياسي والاقتصادي كان فيه توقيع لكثير من الشراكات اليوم سمعنا عن شراكة بين المملكة وبين مؤسسة ميليندا بيلغيتس لتوفير لقاح شلال الأطفال إلى ما يزيد من 370 مليون طفل وكان فيه شراكات فيما بين هيئة الفضاء والمنتدى الاقتصادي العالمي بالإضافة إلى كثير من الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال اليوم الاجتماعات المنتدى شكرا لك العفو شكرا لك أستاذ هتان سمان المشرف على المنظمات الدولية والعلاقات الخارجية بجزارة الاقتصاد هذا مكان لديه محمد إن شاء الله بإذن الله رح نرصد كل ما هو جديد إن شاء الله بعد قليل شكرا سلمان عبدالك دكتور علي الحازمي في الاستوديو قبل أن ننتقل إلى الزمين سلمان كنا نتحدث أو نريد أن نتحدث على موضوع الهوى الكبير جدا وتحدثت عن مدير السندوق النقد الدولي على موضوع أن هناك كوى كبيرة جدا بين الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة وهذه مشكلة زالية منذ قديم الزمن إلى اليوم نعم حتما عندما تكون نعترف بأن هناك فجوة وفي نفس الوقت نطالب هذه الدول الفقيرة بمهام غير قادرة عليها نطالبها بالتحول إلى الطاقة المتجددة نطالبها بقطاع صحي جيد بقطاع تعليمي جيد لذلك كلنا نتذكر قمة الجي تونتي التي حدثت في المملكة تحدثت المملكة لا تنمية اقتصادية عالمية بمعزل عن هذه الدول الفقيرة أول دولة نادت بإسقاط الديون أو إعادة جدولة الديون السيادية هي المملكة العربية السعودية أول من استشرف أزمة كورونا كلنا نتذكر حديث المملكة قدم دعم بهذه اللقاحة كانت المملكة كانت المملكة لذلك اليوم عندما يكون هذا الحدث هنا ونؤكد ونشدد على بأن هذه الدول الفقيرة لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار عند أي قرار دولي لذلك اليوم أنا أعتقد نعم هذه الفجوة واضحة لا يخلو مؤتمر اليوم أو منتدى من غير التحدث عن هذه الفجوات استمرار هذه الفجوات اقتصاديا هذا سيصلنا في نهاية المطاف إلى منطقة مسدودة وغير من غير حلول طيب هناك حرب الأقطاب على العالم دول لا تقدم تنازلات يعني تعتبرها مساس بكرمتها الوطنية وتعتبرها مساس بسيادتها ويظل الحال على ما هو عليه شوف هذا موضوع مهم طبعا أنا أتحدث عن الأحادية القطبية اليوم بشكل كبير على الولايات المتحدة الأمريكية أن تقبل الصين الصين اليوم أصبحت واقع فرض على العالم وجود تعددية قطبية اليوم في العالم هو من صالح شعوب الأرض ليس من صالح الحكومات ولا الشعوب أن تنفرد دولة بالقرار الاستراتيجي أنا اليوم أتحدث مثلا عن مجموعة السبع ليس من العدل أن يكون الفيتو واحدا يعطي المصالح فما يعني مصالح الشعوب الآن تعطل بفيتو واحد الآن ما زالت الحروب مستمرة بسبب مصالح مشتركة حقيقة أو بسبب مصالح تقدم على مصالح الدول الفقيرة وحتى الدول المضطهدة لذلك أنا وجهة نظري اقتصاديا وجود تعددية قطبية اليوم هو أمر مهم حتى أوروبا اليوم التي لم تكن تتحدث عن التعددية القطبية المستشار ألماني تحدث عنها تحدثت عنها بريطانيا في تأكيد أن العالم اليوم يبحث عن تعددية قطبية تساهم حقيقة في النمو الاقتصادي وحتى رأب الفجوة والصدع حقيقة في المسائل السياسية في ظل هذا الاجتماع المهم جدا إلى إنه يمضي العالم إذا استمر الوضع على ما هو عليه الأزمات على ما هي عليه نتحدث على مدى قصير خمس سنوات وعلى مدى متوسط عشر سنوات إلى أي مدى يمكن أن يذهب ما هي الحالة التي سيذهب إليه إذا استمر الوضع كما هو في كل عام نقول بأن هناك انفراجة اقتصادية والسبب لا يوجد تحركات وكأن العالم ينتظر معجزة إلهية تنزل إلى الأرض لتحل هذه الأزمات حقيقة من غير عمل من غير مصداقية من غير وجود توافق على ملفات سياسية واقتصادية جدية في العمل أنا أعتقد سنصل إلى طريق مسدود النمو الاقتصادي عندما نتحدث عن النمو الاقتصادي يعني ربما المشاهد العادي يسأل لماذا النمو الاقتصادي النمو الاقتصادي يعطي مؤشر بأن الإنتاجية تسير بشكل جيد بأن معدلات البطالة تنخفض بأن الممرات المائية والتجارة العالمية تسير بشكل جيد لذلك النمو الاقتصادي هو المؤشر كبير عندما تتحدث رئيسة صندوق النقدية وتقول النمو حقيقة نغير ما بينه اختار آخر إذا شاهدنا قبل العام 2019 كان هناك استقرار في توقعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في النمو الاقتصادي بعد العام 2000 أو مع أزمة كورونا نشاهد بأن هناك تخبط كبير في المنظمات الدولية من حيث التوقع للنمو الاقتصادي والسبب لأن حالة عدم اليقيم ما زالت تهيمن على المشهد الاقتصادي بشكل كبير جميل جدا الاستراتيجية في السياسة الخارجية السعودية وأيضا في السياسة الاقتصادية والمالية السعودية نأخذها لكن بعد هذا الفاصل القصير مشاهدي السعودية جدد الترحيب بكم في هذه التغطية الخاصة للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي والذي يختتم أعماله اليوم في مدينة الرياض وأجدد الترحيب أيضا بيدكتور علي الحازمي الباحث والمحلل الاقتصادي حيك الله دكتور وعبر الهاتف أرحب الآن بمهندس عماد الرمال الكاتب والمختص بالطاقة مهندس عماد أهلا نسألن بك حيك الله حيك الله أبرز المشاكل المختصة في مجال الطاقة التي يواجهها الاقتصاد العالمي والتي تمت مناقشتها بشفافية كبيرة جدا في هذا الاجتماع وكيف يمكن حل هذه المشكلات السؤال لي نعم لك مهندس عماد لك أولا أوجه التحية لك ولضيفك الكريم دكتور علي الحازمي والإشهد المشاهدين بطبيعة الحال اليوم طبعا المملكة عندما تتحدث عن الطاقة فهي لا تتحدث عن أزمات أو عن مخاوف المملكة في ظل الوضع الحالي هي تتحدث عن إنجازات عن مؤشرات قامت بتحقيقها من خلال الهداف التي وضعت لها أود أن أذكر فقط ذكركم وذكر السادة المشاهدين أنه في عام 2015 كانت هناك مخاوف كبيرة في المملكة بأن يكون الناتج النفطي من المملكة سوف يستهلك محليا بالكامل نتيجة الارتفاع الاستهلاك المحلي اليوم نشهد خلال ثمن سنوات الماضية من انطلاق الرؤية هو زيادة إنتاج المملكة وكفاءة الاستهلاك بالإضافة إلى التركيز على مصادر الطاقة الأخرى كالغاز في المقام الأول وكذلك الطاقة المتجددة بلغ إنتاج المملكة خلال هذه الفترة في إبروته في عام 2020 تخطى 12 مليون برميل يوميا والمملكة معزارتها تحافظ على مكانتها العالمية كالسوق الموازن لأسعار النفط في العالم مهندس عماد الأمير عبدالعزيز بن سلمان تحدثه مامس نصا قال استطعنا خلال فترة قصيرة تأمين الدعم العالم للاقتصاد الدائري للقربون هذه نقطة جدا مهمة كان هناك دول متحفظة أو دول تعارض موضوع الاقتصاد الدائري للقربون لكن تصريح الأمير وهو الشخص المسؤول عن موضوع الطاقة جدا مهم في تحول وتقدم كبير جدا في هذا الموضوع صحيح لو تلاحظ أن نظرة كثير من الدول للعالم لمصادر الطاقة الهيدوكربونية قد تغيرت في الفترة الأخيرة فبدلا من أن يتم معادات مصادر الهيدوكربونية أو معادات اللط آمنوا أو تأكدوا أنه لا بديل أفضل من المصادر الهيدوكربونية لذلك فالنظرة قد اختلفت للنفط وهذا ما نراه حتى في مؤتمرات المناخ التي تحصل فبدلا من محاربة النفط هو استخدام هذا المصدر الطاقة المهم جدا لاستمرار النمو العالمي و لاستمرار إصاله إلى جميع البلدان التي تحتاجه لكن في نفس الوقت هو المحافظة على البيئة من خلال الكربون الدائري التي أشار عليه سمو أمير الطاقة وهو الذي ينص على تقليل الغازات المنبعثة وإعادة استخدامها نعم المهندس عماد الرمال الكاتب المختص بالطاقة شكرا جزيلا لك دكتور علي هناك استراتيجية سعودية وهي الذهاب إلى التنمية تنحية الخلافات السياسية وحلها بمعزل عن موضوع التنمية الاقتصادية هناك جهود كبيرة جدا لتصفير المشاكل بالذات في منطقة الشرق الوسط أثت عكلها يعني منذ أن بدات نرى نتائج إيجابية على العالم نعم طبعا كلنا نتذكر العام 2018 في منتدى الاستثمار عندما تحدث ولي العهد بشكل مباشر وقال بأن لا تنمية بمعزل عن الدول المجاورة لا تنمية من غير أن نأخذ بالدول التي لديها أزمات ونساعدها التجربة التي تعيشها المملكة لا بد أن تشارك مع الدول المجاورة ودول الإقليم لذلك اقتصاديا لا تستطيع أن تنمو اقتصاديا بمعزل عن الدول المجاورة لأن أحيانا النمو الاقتصادي هو يأتي بشكل غير مباشر من الأماكن المحيطة كلما كانت مزدهرة هذه اقتصاديا كلما انعكس عليك بشكل إيجابي وكلنا نتذكر أوروبا في وقت من الأوقات عندما كانت النمو الاقتصادي فيها يصير بشكل جيد بسبب المنظومة الأوروبية التي تسير وفق معطيات واحدة إلى اليوم المملكة عندما تتحدث عن تجاربها والإصلاحاتها الداخلية هي تريد أن تشارك هذه الإصلاحات تحدث وزير المالية قال حتى المساعدات التي نقدمها والإداعة والوداع التي نقدمها للدول الآن أصبحت مشروطة بإصلاحات الهدف هو ليست كروت ضغط أو ضغط وإنما نؤمن بأن هذه الإصلاحات لا بد أن تحدث في هذه الدول هذه الإصلاحات ستنتج عنها رفاهية لشعوب تلك الدول أما من ناحية تصفير الأزمات أعتقد وجهة نظر ربما هي مثالية بشكل جيد ولكن على الأقل لو خفضنا هذه الأزمات والأزمات تحدث في كل مكان لسنا في معزة حتى الدول التي لديها تنمية اقتصادية جيدة ونتحدث عن الصين مثلا وأزماتها مع تايوان تحدث الأزمات خروج بريطانيا من البريكس من أوروبا هناك أزمات ولكن ما زال هناك تنمية هي لا تؤثر بقدر ما يكون هناك رغبة جادة من هذه الدول أن تكون لديها إصلاحات شاملة اقتصادية جميل جدا هذا وقد حذرت المملكة العربية السعودية من تداعية الحرب في غزة على الاقتصاد العالمي داعية إلى عدم التصعيد في النزاع الدامي المستمر منذ قرابة سبعة أشهر جاء ذلك خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي والذي يحضره عدد من الوسطى الدوليين أذهب إلى نقطة مهمة جدا موضوع التحالفات الدولية على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي هناك كثير من المنظمات الدولية تحت مظلة الأمم المتحدة وخرج منظمة الأمم المتحدة وغيرها إلى أي مدى يمكن أن تساعد هذه التحالفات في تقليل أو تهدئة الأوضاع والوصول إلى حلول وسط في الجوانب الاقتصادية العالقة بين كبار الاقتصاديين في العالم طبعا التحالفات نستطيع أن ننظر لها بشكل إيجابي ونستطيع أن ننظر لها بشكل سلبي ولكن بعد أزمة كورونا خاصة والربكة التي حصلت عالميا هناك ردة فعل عالمية بشكل كبير نتج عن هذه التحالفات تقول المقولة إن كان هناك شخص على الأرض عرف السلام وإن كان هناك شخصان عرف الصراع وإن كان هناك ثلاثة عرف التحالف لذلك أنا التحالف وجهة نظر اقتصادية هي صحية للاقتصاد العالمي عندما نشاهد تحالف البريكس عندما نشاهد تحالف مجموعة الأيسيا تحالف مجموعة الكاريبي أنا أرى بأنها صحية بقدر الإمكان ما لم تدخل فيها ملفات سياسية الهدف منها هو مثلا تحالف على حساب آخر كلما كانت أجندة التحالفات اقتصادية أو يطغى عليها الجانب الاقتصادي أنا أعتقد هي في صالح رفاهية شعوب العالمي جميل جدا أعودي للزميل سلمان أسلس في قاعة الملك عبد العزيز للمؤتمرات في الرياض سلمان أهلا وسهلا بك مرة أخرى أهلا وسهلا بك محمد محمد الجميل في هذا المنتدى تبادل التجارب والخبرات بين رجالات الاقتصاد في هذا المنتدى طبعا ينضم بجانبي الآن خبير الاقتصاد واحدا رساءة التنفيذين للشركات الأستاذ طارق العنقري حياء كلها أستاذ طارق اليوم أنتم تحتفلون رجال الاقتصاد بهذا المنتدى العالمي في العاصمة الرياض ونتحدث عن المنتدى ماذا يمثلكم أنتم كرجال الاقتصاد شاكر يا أخوي سلمان أولا قبل كل شيء رعاية سمو ولي العهد لهذا المنتدى تعكس مدى اهتمام الدولة بالاقتصادين والاقتصاد وكذلك بالقضايا العالمية المنتدى هذا ليس مجرد منتدى اقتصادي منتدى اقتصادي جيوسياسي حضر عدد كبير من رؤساء الدول وزراء الخارجية كان في نقاش لقضايا اقتصادية لقضايا مالية لقضايا جيوسياسية أيضا يعكس دور المملكة السعودية اليوم قادت عدد كبير من التفاقيات في قطاع الفضاء في القطاع الطبي مع منظمة بلغيس في ما يخص القضاء على بعض الاوباء والامراض على مستوى دولي ففعلا السعودية في المنتدى هذا يعكس ان السعودية دولة قيادية ودولة عظمى وليس الدولة عادية وحضور هذا العدد من رؤساء الدول وزراء الخارجية اليوم كان هنا منذ قليل كان نواقف على المسرح رئيس وزراء باكستان رئيس الوزراء المصري وعدد كبير من القيادات موجودين وعدد كبير من رؤساء شركات الدولية رئيس شركة موديرنا اللي كانت لها دور كبير وقت الأزمة الصحية الماضية وكذلك عدد كبير من رؤساء السعوديين اللي كان لهم دور في هذا المنتدى انتم كرجال أعمال وتمتلكون شركات وتمتلكون اليوم في تبادل تجارب أو عقود شركات بينكم ودينا نتحدث عن هذا المنتدى ايش يوفر لكم انتم كرجال اقتصاد اول نقطة امس واليوم كان موجود في المنتدى هذا 11 وزير من الحكومة السعودية وعدد أكبر من الوزراء من جهات مختلفة عدد كبير من الجلسات يتم فيها نقاش توجهات الدولة فيما يخص التوجهات المستقبلية النقطة مهمة توقيت حضور المنتدى كان يتوافق مع التقرير السنوي بعد موضي ثمان سنوات على الرؤية فتوضيح أكثر لما وين النقاط اللي حنا ماشين عليها حسب الرؤية وين الشياء اللي صار فيها تغيير كاقتصادي او كرجل اعمال او كرئيس شركة توجهات الدولة مهمة جدا لك في تحديد مسارك في الاقتصادية نقاش ما يتم عندنا في السعودية هنا ايضا بالمقارنة مع ما يتم في الدول الأخرى نشوف انحنا فيه هل حنا على المسار الصحيح هل فيه هل يتعلمها او يتعلمون منها وللاحظنا صراحة انه فعلا نحنا سابقين العالم في نقاط كثيرة وفي مجال اكبر للتحسن ايضا في نقاط اخرى شكرا لك شكرا لك شكرا لك لست طارق العنقري احد الرؤوسات التنفيذين لشركات الكبرى طبعا الجميل محمد ان تبادل خبرات كبير جدا في هذا المنتدى نعود لك محمد شكرا لك سلمان ولي ضيفك الكريم دكتور علي هناك هواجس كبيرة جدا لدى المشاركين في هذا المؤتمر واكيد انهم تشاركوا هذه الهواجس سواء على من المتحدثين او حتى في الاجتماعات الخاصة والاجتماعات المغلقة ابرز هذه الهواجس التي يعني مسيطرة على الجميع نعم طبعا هو العنوان العديد لهذا هو إصلاحات اقتصادية وإصلاحات اقتصادية يعني بان هناك هواجس تخيم على العالم الهاجس الأكبر مع وقات النمو الاقتصادي العالمي الهاجس الأكبر كيف نأخذ بيد الدول الفقيرة إلى وضع اقتصادي مستقر كيف أزمات اللاجئين وهذه أثرت على الأزمات على النمو الاقتصادي والأزمة الاقتصادية كيف انخفضت معدلات الانتاج كيف نحمل ممرات المائية حتى تكون هناك انسيابية للتجارة العالمية الطاقة المتجددة والتحول بشكل شديد من الطاقة النفط الاحفوري إلى الطاقة المتجددة وكيف سيكون له تأثيرات اليوم نتحدث 81% من الطاقة في العالم هي طاقة من النفط الاحفوري الذهاب إلى الطاقة المتجددة تنادي المملكة دائما وأبدا سنذهب ولكن دعونا نذهب بشكل تدريجي نضع هدف على مستوات العشرين خمسين وعلى مستوات العشرين ستين ولكن هناك بمعنى أصح أتمنى ألا تسيس بعض الملفات الاقتصادية من أجل تحقيق أهداف شخصية لبعض الدول لكن هذا الحاصل دكتور يعني هناك دول تسيس هذه الملفات الاقتصادية لنذهب إلى موضوع الابتزاز السياسي وغيره وتحقيق مصالح وتحقيق نفوذ في ملفات اقتصادية معينة أبرز مثاله هو المثال ربما الوحيد الصين والولايات المتحدة الأمريكية لا وهناك مثال آخر كيف يمكن أن تقنع مثل هذين العملاقين لا هو المشكلة عندما نتحدث نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية والصين يمثلون تقريبا 40 إلى 35% من حجم الناتج المحلي الإجمالي أي ربكة مع هذه الدولتين سيقع العالم رأسا إلى أسفل الأرض هذا حتما لا هناك عندما تتدخل الدول ما بين الأزمة الأمريكية والصين يعلمون ما هي التبعات التي ستحصل باختصار شديد أمريكا إلى هذه اللحظة لم تستوعب الحجم الاقتصادي والثقل السياسي للصين ألا الصين أصبحت عملاق لا بد أن تقبل أمريكا هذه التوجهة وأن تقبل الصين كما هي وأن تقبل أن العالم وأن تتعايش مع الموضوع والعالم يقاد بأكثر من دولة والعالم لا بد أن يكون فيه تعددية قطبية طيب المملكة العربية السعودية تستضيف هذا الاجتماع الخاص هي عضو مجموعة العشرين كل دول مجموعة العشرين موجودة على رأس الولايات المتحدة الأمريكية بوزير خارجيتها دور مجموعة العشرين الآن إذا أخذنا هذا الدور الكبير جدا لهذه الدول التي تسيطر على أكثر من 80% من الاقتصاد العالمي نعم طبعا تسيطر على 80% عدد سكانها تجاوز 63% من عدم سكان العالم كل المعتقات الاقتصادية لذلك عندما نتحدث عن دول جي تونتي هو أهم تحالف عالمي موجود لذلك لا غنى عن هذا التحالف عند أي قرارات حدوث أي قرارات اقتصادية نعم نتحدث عن اجتماعات عندما نتحدث تاريخيا عن الجي تونتي كانت هناك ملفات ومن يلاحظ نفس الملفات تطرح عام بعد عام هذا في تأكيد بأنها إما أن تكون ثقيلة إما أن تكون أنها لم تحل إما أن يكون هناك ليس هناك جدية أكيد هي تطرح دكتور تطرح لأكثر من مرة لأن الحلول موجودة لكن تنفيذ هذه الحلول هناك من يقب في طريق هذه الحلول لذلك عندما تتحدث المملكة وتقول نريد حلول جادة في تأكيد بأن ربما بعض الدول ليس لديها الجدية في هذا الأمر لذلك الكلمة الأولى التي انطلقت في هذا المنتدى بأن هذه المبادرات وهذه المحاور لا بد أن تترجم على أرض الواقع ستقودها المملكة وجهة النظر لأن المنتدى الاقتصادي هذا لن يكون الأخير في المملكة وسيعقد سنويا المملكة الآن أثبتت كيف أدارت هذا الاقتصاد كيف استطاعت أن تجمع ألف شخص تحت قبة واحدة استطاعت كيف لذلك أنا أعتقد مخرجات هذا الاجتماع ستكون مختلفة عن دافوس الذي يحدث في سويسرا بشكل عام لماذا؟ لأن المملكة ستتابع هذه الملفات مع الدول المعنية وهذا يدعوني إلى حديث عن الاستراتيجية السعودية في المجال الاقتصادي أصبحت نموذج ونموذج جدا مهم بالذات للدول المجاورة والدول الصديقة وحتى في جميع قارات العالم أول ما كان هناك ذيك الشفافية التي ممكن يعتمد عليها سابقا اليوم أصبحت حتى الميزانية العامة للدولة أصبحت ربع سنوية قائمة على الشفافية المشروعات كما تحدث الوزير الجدعان هناك مراجعات مستمرة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة للدولة أنا أعتقد مقولة لا تصدقوني وصدقوا الأرقام كفيلة بأن تترجم لنا ما يحدث اليوم على أرض الواقع ولي العهد تحدث وقال دعوا بيني وبينكم الأرقام اليوم الأرقام لا تأتي داخلين لا تأتي من منظمات خارجية المملكة تحقق مستويات عالية على مستوى الشفافية العالمية في برلين على مستوى التنافسية العالمية عندما ينشئ مجموعة البنك الدولي مقر لها للمعرفة واستشراف المعرفة تماما بأن هذه ليس فيها مجاملات وليس يدخل فيها بأن اليوم وكأن البنك الدولي يرسل رسالة مفادها من أراد أن تحدث لديه إصلاحات لدينا نموذج قائم يستطيع أن استرشد فيه المملكة لديها الولينغ ولديها الاستعداد للدخول في مثل هذه الإصلاحات والمساعدة وإعطاء الخطط وترجمت هذه القصة التي حصلت المنفترض أنها تنتهي في 20-30 أنهينا 80% في 20-23 و20-24 هذا يعني بأن هذه القصة لدينا الاستعداد لنقلها لأي دولة أخرى تريد أن تحدث هذه الدولة الإصلاحات لذلك نعم أنا أعتقد ما يحدث الآن هو يستحق أن يروى يستحق أن يحكى يستحق أن يشارك مع دول أخرى جميل جدا وهذا يدعوني إلى عوامل الثقة التي دعت هذه المنظمات الدولية وبالذات الاقتصادية وإن تعرفي دكتور الحصول على ثقة هذه المنظمات صعب جدا عندها جد عندها معايير عندها تغيرات يعني متحركة ومتغيرة من فترة إلى أخرى الحصول على ثقة هذه المنظمات الدولية أمر صعب جدا المملكة العربية السعودية خلال سنوات قليلة وهي موجودة هذه الثقة من السابق لكن عززت هذه الثقة بأن تفتتح لها مقرات إقليمية في المملكة العربية السعودية نعم هذه الثقة مهمة كلنا نتذكر كلمة بوتين الشهيرة قال السعودية لا يكذبون السعودية لا تكذبون جميل يعني بمعنى أصح بأن ما يحدث حقيقة هنا هو المملكة دائما مبدأ الثقة موجودة بينها وبين الدول وبينها وبين المنظمات أنا أعتقد هذه الثقة ليست وليدة اللحظة وأن هذه الثقة ما حصلت إلا بناء على نتائج إيجابية شاهدتها هذه الدول وهذه المنظمات يعني تأكدوا بأن هذه الدولة تأتي بشكل مباشر ترى بأن التنمية هي مشتركة نعم والمملكة العربية السعودية دائما وأبدا تقود العالم إلى التنمية إلى طريق الخير يعني كما كانت وستظل بإذن الله كذلك الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصاد العالمي يختتم اليوم في مدينة الرياض ونحن نختم هذه التغطية معكم من قناة السعودية شكرا لك دكتور علي الحازمي الباحث والمحلل الاقتصادي شكرا جزيلا لكم أهلا وسهلا شكرا لكم ومنتم على كريم وطيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة